ارحل ترفع بوجه رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي اختصر زيارته الى القيرواني من دون التوجه الى مقر المحافظة غضب شعبي متزايد على فشل الحكومة في ادارة الازمة الصحية وبسبب تدهور الاوضاع الاجتماعية التي شهدت ارتفاعا في نسب البطالة والفقر واستفحال الازمة الاقتصادية فيما تنشغل النخب السياسية بصراعاتها عمق الازمة هو اقتصادي اجتماعي مالي وينضاف له الوضع الصحي المتردي وهذا مقدم حتى على الجانب السياسي وعلى ربما الصراعات التي بدت واضحة في علاقة بين رأسي السلطة التنفيذية استفحالت الازمة الآن لما بدأ الناس جميعا يتجهون الى حوار وطني اقتصادي واجتماعي بمخرجات سياسية نجيه في الوقت ذاك نستبق الحوار الوطني ونعمل تحوير وزاري لا دستوري الامعان في الصراع السياسي في حرب من اجل تحصين المواقع تقوم على تشفيه الخصوم صراع اسقط من حسابته بحسب مراقبين الاستحقاقات العاجلة للتونسيين التي يكفلها الدستور من خلال نصوصه المتعلقة بالحق في الصحة والعيش الكريم ما رفع سخط التونسيين على نخبة انتخبت للعمل على ايجاد الحلول فزادت الوضع تعقيدة الصراع الحاصل داخل البرلمان كان له اثر مباشر خارج اصوار البرلمان فالعراق والصراع والتوتر الحاصل داخل هذه المؤسسة ان عكس بشكل مباشر على توتير الاوضاع الاجتماعية تحذيرات جدية من بركان غضب اجتماعي يلحف الافقي وتراجع خطير في المؤشرات الاقتصادية ما يصنف تونس دولة عالية المخاطر في قلب ازمة اقتصادية وجائحة صحية رحلت حكومة على خلفية شبهات فساد ونصبت اخرى تحوم حولها شبهات فساد وعطل الحوار الوطني واستكمال بناء المؤسسات الدستورية ليدفع المواطن فاتورة ما يجري من صراعات ايمتشتار تونس الميادين